على ملاعب الاتحاد الرياضي المغربي للتينيس بالدار البيضاء جرت نهائيات الدورية الدولي إتئف لكرة المدربة البالغة قيمة جوائزه 15 ألف دولار أمريكية محطة تنافسية عرفت مشاركة 54 لاعبا من دول مختلفة وامتدت على مدى أسبوع ويبقى الهدف الأساس لهذا الدوري المنظم من قبل الجامعة الملكية المغربية للتينيس تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة هو حصول المشاركين على نقاط تساعدهم على الارتقاء في سلم الترتيب هي دورة من الدورات التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للتينيس الهدف تمكين اللاعبين المغاربة لكسب نقاط التي ستمكنهم حصل على ترتيب على السعيد الاتيبي هذه الدورات مهمة بالنسبة للعبين ومن بينهم ياسين دليمي، بناني كاريم، بناني ريدا ولاعبين من دول أخرى لكي يتباروا معهم اللاعبين المغاربة وهذا هو الهدف في تنظيم هذه الدوريات في البلد دينا اللاعب ستيجن سليمب من هولندا حسم اللقب بعد مباراة قوية مع نظيره الإسباني ماريو غونزاليس فرنانديس منهياً المواجهة بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما 6-3 و7-6 مواجهة اللاعب الإسباني لم تكن سهلة لكنني فزت بها وحققت مرادي أنا جد سعيد بهذا الفوز، كل الظروف كانت ملائمتنا والتنظيم كان جيداً أحببت جداً مدينة الدار البيضاء ومعالمها، إنها مدينة رائعة المنافسة لم تكن سهلة بلغت النهائي بعد المباراة الإقصائية وواجهت اللاعب الهولندي الذي تمكن من الفوز، لكنني سعيد بالمشاركة في هذا الدور هي دورة ناجحة جلبت مدارس مختلفة في رياضة التنس وأفرزت مستوى تقني علي، استحسنه الجميع